تعال اخش في ملف المدير الفاني في مدرب ألماني اسمه فرانك فودا ببقولكش ان ده جاي نادي الزماني لكن انا بقولك ده من المرشحين ده من المرشحين ممكن يجي وممكن في الآخر ما يبقى الشوة تلاقي تتفاجئ باسم تاني خالص وعلى فكرة بحتلم جدا للحاجات اللي زي دي تعال اهلي ساعات مثلا ايه ممكن كان بيتفاضل ايام كولر مثلا وايام لسارتي وايام وايام فيلر واكتر من مدرب ومسماني كمان نفسه كان الناس لا يتكلم على فلان وعلان ومش عارفينه وتلاقي الاهلي بيانا لحد تاني دلوقتي في نادي زمانيك ممكن تلاقي الكلام على فلان وعلان وبتاع وممكن تلاقي نادي زمانيك في الآخر اتفق مع حد تاني خالص وارد جدا سأبقى قولك ده اسمه مرشح ممكن تلاقيه هو في الآخر جه فالمفاوضات بشكلة او باخر موجودة بشكلة او باخر موجودة يتعاقد مع بقى نادي زمانيك ولا لأ هنشوف لكن في ناية عند مسؤولي نادي زمانيك هم بيتمنوا بيحاولوا بيحاولوا ان قبل المعسكر اللي حيكون في دبي ودي خطوة اجابية جدا كان بيفتقدها نادي زمانيك متى نادي زمانيك بقالوك سنين معندوش معسكرات خارجية في دي حاجة ايجابية بيحاولوا ان المدير الفني يكون موجود مع الفرقة في المعسكر يعني يتم التعاقد معاه قبل المعسكر هل ممكن يوفقوا في خطوة زي كده انا اتمنى ولا يسه تقريبا من كابتن معتمل جمال كابتن معتمل جمال نفسه عارف عارف انه ايه انه كده كده هو موجود لفترة مؤقتة لكن انا اتمنى ان نادي زمانيك يقدر يحقق الامنية اللي هو بيفكر فيها المجلس انه يتعاقد مع مدير الفني اجنبي قبل المعسكر اللي حيكون فيه الامارات خلال الفترة المقبلة ده بخصوص المدير الفني الاجنبي مصطفى الزناري واحد اللاعبين اللي كانوا موقفين لان اللقاف انتهت فانحنا بنقول كانوا موقفين هو سواء هو او فتوح او صبحي كان عنده جلسة مع الكابتن معتمل جمال اللاعب اكد على رغبته فانه يستمر في نادي الزمالك وعايز بيكون موجود وفي ظل الاتزام خلال الفترة اللي جاية ولو فيه فرصة يشارك يشارك ده حيكون قرار فني مجلس ادارة خلاص مش دعوا بالقصة دي لكن ده حيكون قرار فني بالنسبة للكابتن معتمل جمال الى ان يأتي مدير فني اجنبي جديد ربما خلال شهر يناير ربما خلال اقول لكم معلومة مهمة جدا في موضوع مصطفى الزناري مصطفى الزناري عقده محترم جدا في نادي الزمالك بياخد حوالي ستة مليون جنيه في الموسم ده رقم كويس جدا جدا يعني فتوح مثلا لسه مجدد اللي عقده تعدل في العقد او السنة المتبقية من عقده هذا الموسم قبل التجديد فتوح كان 4 ونص مليون عقده القديم اللي كان بينتهي السنة دي وتعدل لكن زناري بياخد 6 مليون جنيه تبقى للمعلومة اللي عندنا يعني بالتالي رقم كويس صعب يعني مش عايز اقول صعب يتاخد في عندها براء لكن وحط أو ضيف للرقم كويس ان انت بتاخده في نادي كبير بحجم نادي الزمالك فاللعب عنده رقبة ان هو يستمر يثبت لجمهور نادي الزمالك ان هو اضافة للفريق فدي رقبة تحترب بالمناسبة واتمنى يكون فيه مساعدة لي ان هو يستمر ربما كابتل ما اعتمد جمال خلال المعسكر اللي جاي لو مامشيش قبل المعسكر يعني اللاعب نفسه ربما يتم الاعتماد عليه في المباريات الودية من ضمن الأسماء اللي كانت مرشحة جدا انها تنضم نادي الزمالك هو محمد شحات لعب وسط طرع الجيش بالمناسبة فيه حاجة طريفة وحنا حتى السنة دي مش بيلعب بشكل اساسي يعني السنة الفاتح كان اساسي ومهم جدا ومنتخب أولمبيو بتاعه هو لعب كويس قوي سهو السنة دي مش بيلعب بشكل اساسي رغم ذلك نادي الزمالك حطه في الليست بتاعته في القائمة بتاعه هو لعب كويس لكن نادي طرع الجيش رافض تمام الرافض فكرة رحيل اللعب في شهر يناير بالتالي قد تؤجل فكرة التعاقد مع اللاعب إلى الصف المجل لأن حتى الناس في طرع الجيش تبقى المعلومة اللي عندنا هم عايزين يستنوا اللاعب يشارك في دورة القائمة المنوبية السنة دي في بارس عايزين يشوفوه وبيتمنوا تقلقوا لعله عسى يجيلوا عروض أوروبية ولسه صغير في السنة طبعا يجيلوا عروض أوروبية بمبالغ كويسة فهتبقى حاجة إيجابية بالنسبة لفرق الطلاع على الجيش فهو ده التفكير داخل منظومة طلاع على الجيش القروية هل بقى القصة اللاعب يتقلق في الأولمبياد ولا لا هنشوف ده أمر لسه مش عارفينه لكن في نفس الوقت نادي الزماج مهتمة أو مهتم لكن لو وده برضو التفاصيل أو دي تفاصيل جات لنا من بعض المسؤولين يعني مش في نادي الزماج خارج نادي الزماج ناحية الطلاق يعني الناس تتكلم على أن لو الزماج عايز يجيب باللعب أو يتعاكم معها فأنتكلم فيما بالك قد تصل لمبلغ كبير أوي ممكن 40 و 50 مليون أعتقد ده رقم كبير في الحقيقة جدا فبالتالي الصفقة ممكن تؤجل لنهاية الموسم يعني محمد شكري لسه فيه اهتمام بي من قبل إدارة نادي الزماج وعلى فكرة وده الصح يعني أنت حتى لو جدت الفتوح أنت محتاج حد كمعا لأن محمد عبد الشاف طبعا الصورة كبيرة هيعتزل مع نهاية هذا الموسم وده اعتزال كان أصلا قبل الموسم ده لكن الظروف حتمت عليه الاستمرار وفعلا استمروا طقالك بشكل ملفت لكن التفكير المزبوط فعلا أنت مش تكتفيش بفتوحة الله يقدر فتوحة مثلا يتصاب بتاع مش عفيق أنت أكيد لازم يكون عندك بديل كف أو عندك لاعب ينافس فتوحة المركز محمد شكري لاعب كويس جدا لاعب كويس جدا فنازل ماك عايز يخلص اللاعب قبل يمكن يمكن الأهلي يرجع يفكر فيه بعد ما درش أنه هو يجيب مثلا فتوح أو محمد حمدي من بيراميدز فممكن الأهلي يقول لك طب محمد شكري كويس كله يقتنع فيرجع الأهلي أو يستغل الأهلي الشرط اللي في عقد اللاعب يعني اللي هو أولوية للأهلي في التعاقد معاه فإذا ماك عايز يحسن بادر هل حينجح إذا ماك في كده اللاعب نفسه حابب أنه هو يأجل شوية وأنه لو ماشي من سروميكا يمشي مع نهاية هذا الموسم طيب خلاني نرجع وراء شوية عن ربط خلص أخبار الزمالك لو تفتكروا من حوالي شهر ونص قلنا لحضراتكم أن النادي الزمالك بيختبر اثنين من اللاعبين تحت السن واحد على ما تذكر يا ربي كان غاني أو نجيري والتاني جزائري كان فيه واحد منهم غاني أو نجيري مش فاكر الجنسية بزرطة عشان كون دقيقي والتاني جزائري وقلنا حراركم أن الأجنبي اللي هو من جنوب القرى أو من غرب القرى نال إعجاب المسؤولين في نهاية الزمالك فحتى هذه اللحظة هو خلاص الناس معجبة بيه واحتمال كبير يتم إبرام عقد مع اللاعب الشاب الصغير اللي حيقيد في قائمة الأجنب تحت السن أو حيقيد تحت السن الجزائري لسه مفيش اقتناع كامل بيه فبنسبة كبيرة تم الاستقرار على توقيع عقود مع هذا اللعب هو موليد 2003 موليد 2003 وعلى مدار الفترة كان بيخضر الاختبار يمكن الساعات اللي فات دي ناس كنت بتقول فيه لعيبة بتختبر وشعفين لا دول مش لسه جاني يختبر ودلوقتي وما بقالهم فترة موجودين في نادي الزمالك من ساعة ما احنا كنا اتكلمنا مع حضراتكم ومع جمهور نادي الزمالك من حوالي شهر ونص لو لعب كويس أكيد حيكون اضافة لنادي الزمالك ده طبعا قرار حيكون للثانين في نادي الزمالك طيب اخر حاجة اختم بيها نادي الزمالك عشان نستقبل ديفي النهاردة كابتن شريف أشرف نجم نادي الزمالك السابق حيكون ديفنا العزيز في الفقرة الحوارية او الفقرة الحوارية من بلاس 90 النهاردة خليني أقول لكم أن كابتن أحمد سليمان عضو مجلس دارة نادي الزمالك ومنطب ملف في كرة القدم او مشرف على الكرة في النادي كان هو كابتن عبدالواحد السيد عندهم جلسة مع اللاعبين وجلس الفني قبل انطلاق المران النهاردة للتنين كابتن أحمد سليمان حرس أنه يتحدث مع اللاعبين اهمية استقلال فترة التوقف والاستعادات بجدية للمرحلة المجبلة واتكلم عنه نحن نادي الزمالك وعندنا منافسات على صعيد القر بطورة الكونفدرالية جمهور نادي الزمالك عايز يفرح بيها إن شاء الله نادي الزمالك يكون موفق عندك منافسات محلية عندك نهائي كاس مصر وقدام النادي الأهلي نادي الزمالك يعني عنده فرص يعني أنت بتكون في زمالك وأهلي أو أهلي الزمالك 50-50 أي إن كان ظروف في كل فريق 50-50 فبالتالي دي بطولة تتكلم برضو على ربما بطورة الدور يرجع نادي الزمالك بمنافسة فيها لو الأمور تضبطت فيعني خلق نوع من أنواع الدوافع والحوافز أو التحفيز الإضافي بالنسبة للعب نادي الزمالك ودي سياسة جيدة في الحقيقة يعني فده كان أو دي كانت الجلسة من قبل كابتر أحمد سليمان كابتر عباحد سيد مدير الكرة مع اللاعبين وكان في وعد أن كل المطالب هتتنفز تخلص الأزمة في شكل رسمي فكلام إيجابي جدا بالنسبة للعبين النهاردة شيكة طبعا نجم نادي الزمالك ومحمد عواد وعمر السيسي وحمز المسوسي كان عندهم تدريبات تأهلية في صالة الجيم لكن جابعت تدريبات النهاردة أحمد مصطفى زيزو وفتوح وصبحي وهما سلاسي المنتخب الوطني الأول نتمنى لهم التفقيق ربما عن المنتخب غابوا لأنهم أخذوا راحة بإذن من جازل الفني قبل اندمام المعسكر منتخب بكرة وده أمر جيد جدا يعني